ملف النفط والغاز وإدارته ليس الوحيد والأهم بين إقليم كردستان والعراق الاتحادي فالقضية أشمل وأعم وعنوانها العام القضية الكردستانية بجميع تفاصيلها قضية الشعب والأرض والسماء والهواء والماء والتاريخ والنضال والثورات والشهداء والهوية والحقوق القومية والثقافية وإذا ما تنصلت بغداد تحت مغرا معين عن التزامها في أحدها وهو ملف إدارة الثروات الطبيعية فلا يمكن التصديق بالتزامها في الأخريات إذ لا تجزئة في المبادئ والمصداقية الخلل في واحدة ينسف البقية قلنا إنه يجب الاتعاظ من التجارب التاريخية والنظر إلى ما خسره العراق نتيجة تصديق النظام الأرعن وهم القوة باتفاقه مع الشاه فأقدم على حرق الاتفاقية التي وقعت بدماء آلاف الشهداء من الحركة الكردستانية الباسلة بجرة قلم ويبدو أن الغرورة اتخذ طريقه إلى بعض النفوس في الوقت الحاضر لقد كان تشكيل حكومة السوداني واحدا من نتائج اتفاق سياسي وقعته قوى اتلاف إدارة الدولة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد انسحاب التيار الصدري ووصول العملية السياسية إلى طريق مزدود وليس بعد ذلك من مراجعة لا لقوى بغداد ولا للأقليم مهما استجدت من ظروف وحصل من تغيرات وهنا وبعد أن تنصل أحد طرفي الاتفاق عن التزاماته ومواثيق الشرف والتوقيعات والمؤتمرات والكلمات والتصريحات يصبح كل شيء في مهب الريح فالعقد شريعة المتعاقدين ومفعول شروطه يسري على جميع الأطراف لا انتقائية ولا مزاجية فيه إن مباحثات الفرصة الأخيرة في بغداد والتي يخوض غمارها قياديون كبار من الحزب الديمقراطي الكردستاني وفريق فني وسياسي رفيع لا تحتاج الكثير ليفهم منها أنها النجادة الأخيرة لإنقاذ العملية السياسية المشكة على الغرق في الظلام الذي استدرجها إليه البعض عدديا قد لا يكون انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من العملية السياسية كافيا لتغيير مسارها ولكنه قادر على نسف شرعيتها داخليا وخارجيا وتعلم بغداد ما ممكنات هذا أما أي أبحث الكرد عن شريك متضامن من داخل العملية السياسية كما يريد ويتوقع المراقبون فقد لا تبدو المسألة بالصورة الساذجة التي هي عليها ففي تأمل في عمق المشهد نعود إلى ما قدمنا إليه يوما بشرح الإمام عليه عليه السلام قول العرب أكلت يوم أكل الثور الأبيض وقد أوردناه عند حديثنا عن مطالب الشريك السني والتي نسفتها بغداد أيضا شكرا